الارقام في ايران مخيفة اعداد الوفيات في ازدياد مستمر والتصريحات اليومية تتوالى بين طلب الالتزام بالتدابير وتجنب التنقل الارقام الرسمية تشمل ايران ككل بيدان السلطات ترفض تعداد الاصابات والوفيات في محافظات البلاد الواحدة وثلاثين كلا على حدة والحجة كي لا يعيش الايرانيون حال هلع وكي لا تتساهل المحافظات الاقل تضررا فهل تنجح هذه الاستراتيجية من الحد من انتشار الفيروس وان اصبحت ايران في معركتها مع كورونا اعلنت وزارة الصحة الايرانية وفاة 127 شخصا خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية ليصل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الى 1812 وفاة في حين بلغت حصيلة الاصابات 23049 حالا معنا من طهران الصحفي مصدق بور اهلا بك سيد مصدق معي في برنامج المساء على سكاي نيوز عربية سيد مصدق بداية يعني اهلا بك الوضع رهيب جدا في ايران احصائيات مخيفة لاعداد القتلى او اعداد طبعا المصابين واعداد الوفيات ايضا في هذا التوقيت من الهجم الشرسة لكورونا على ايران الى اي مدى هناك شفافية في التعامل مع الناس من قبل السلطات الى اي مدى هناك يعني اعلان دقيق لاعداد الوفيات واعداد المصابين من قبل السلطات ايضا نعم شكرا طبعا هذه الاحصائية التي ذكرتمها هي صحيح نفس الاحصائية التي صدرت عن وزارة الصحة الايرانية وهذا العدد ايضا اذا اريدنا ان نقيسه مع بقية الدول خاصة مع ايطاليا او الصين وحتى مع الولايات المتحدة الامريكية ايضا لا نستطيع ان نطلق صفة مخيفة فعلا هي مخيفة يعني حتى لو 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 كان عدد الوفيات شخص واحد الانسان يعني عزيز ولا فرق يعني من هذه الناحية وايضا انا لا اؤمن يعني ان هناك استراتيجية ايرانية التي تكتم على عدد الوفيات وعدد الضحايا وانما بالعكس يعني انا اعتقد يعني من صالح النظام باعتبار ان هناك الكثير من المواطنين الايرانيين لا يتقيدون يعني بنظام السلامة ولا يمتنعون عن السفر وعن الخروج من بيوتهم ويسببون مشكلة يعني هذا التحدي الاكبر الذي تواجه ايران في مشروعها لمكافحة لكن سيد مصدق هناك يعني معلومات انا اعتقد يعني حتى لو ايران فعلت ارقام حتى لو ايران فعلت ارقام كبيرة من صالح اتشار الوباء في واحد وثلاثين محافظة وهم يقولون لا نريد قول يعني اسماء المصابين حسب المحافظات لكي لا يعني نثير الهلع الا تعتبر هذا الحديث ربما يكون مضللا للناس ايضا الذين لا يعرفون مدى الاصابات في محافظاتهم لا وانا اعتقد يعني ثالث الهلاء هو لصالح الشعب الايراني يعني ثالث الهلاء انا لو كنت صاحب القرار ربما اعلن عن اضعاف يعني هذه الارقام حتى لا يخرج الناس من دورهم وبالتالي انا من مصطحة النظام ومن مصطحة ايران ان تعلن يعني عن عدد هؤلاء الوفيات اما انتشار واستشراء عدوى هذا المرض في 31 محافظة ايضا هذا ليست معلومة دقيقة لان هناك بعض المحافظات لم يصلها الكورونا لحد الان او اذا وصلها بنسبة قليلة جدا وكما قلت يعني هناك مجهود ايراني بالصلاح وان كان هذا متأخرا للأسف ونحن فقد اكثر من 1800 شخص يعني توفوا جراء هذا الوباء كان من المفترض ان يكون العدد اقل لان كانت هناك مماطن للأسف وكانت هناك لا اريد ان اقول اهمال متعمد ولكن لم يتداركوا الامر يعني في السرعة المناسبة وفي الوقت المناسب وتسبب بذلك ايضا ايران تحدي الكبير الذي تواجهه اليوم لكن سيد مصدق هنا للوقوف انت قلت لو كنت مسؤولا كنت اثرت الهلع ما نطرحه هنا عن ال 31 محافظة وعن عدم اثارة الهلع هو يأتي بحديث من المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة كابونيش جهابور وهذا يعني وهذا هو سبب السؤال اليوم عالميا عن موضوع في طهران او عموم ايران دعني اتداخل معك في مسألة مهمة ايضا مسألة الوعي المجتمعي نرى رغم كل يعني الفتاوي وحديث العلماء والاطباء في ايران لا يوجد وعي مجتمعي يعني نرى مخالفات صريحة وصحيحة تعبر عن جهل في المجتمع لماذا لا يكون هناك توعية في المجتمع الايراني لتفادي تناقل المرض وبشكل صريح مثلا انا اعتقد يعني الاجهزة العلمية وكل الاجهزة المعنية يعني الكل هي متورطة والكل هي تحاول يعني ان تعزز هذا الوعي المجتمعي يعني هذا الوعي المجتمعي يعني هناك تحدي كبير هو يؤثر كثيرا سكان العاصمة خاصة انا نريد انتحدث عن سكان العاصمة وعددهم يعني الحقيقي يصبح في الليل يصبح يعني نصف مجموعة سكان يعني الكثير من الذين يعملون في العاصمة يفدون ويأتون اليها من مناطق ومن محافظات مجاورة وبالتالي نحن امام العطلة عطلة رأسي السنة الايرانية والكثير يحاولون العودة الى ديارهم والعودة الى محافظاتهم ومن الصعب التحكم بهؤلاء ومن الصعب منعهم لانهم ايضا يريدون ان يقضوا العطلة في دولهم وبالتالي لا نستطيع ان نتهم فقط ان نقول ان هناك لا يوجد واعي مجتمعي يعني هذه المشكلة هي وهذا الوباء هو وباء عالمي حتى في داخل الولايات المتحدة حتى في الدول المتحضرة حتى في كل الدول حتى في الدول العربية انتم كنتم تحاولون الضيف السابق ايضا بنفس هذا الموضوع ولكن انا اعتقد هذا الوعي يحصل عندما تصبح قناعة حقيقية لدى هو مسألة الوعي هي مسألة الوعي لا تفرق بين الدول هي موجودة يعني في كل مكان مشكلة الوعي من فيروس كورونا لكن في بعض الاحيان في ايران نرى بعض الفيديوهات التي يعني تعطي صبغة دينية وصبغات مختلفة لا نرى شجبا لها يعني مثلا الذي يريد ان يقتحم ذلك المقام بسبب اغلاق السلطات له او المساجد او ما شابه يعني هذا المظهر اليس من المفترض ان لا يكون في ايران نعم فعلا يعني للأسف يعني نحن لا نريد ان نقول ان كل ما يحصل وكل ما يبث يعني عبر شبكات تواصل الاجتماعي ويتطابق مع سياسة النظام او هو التوجه العام للنظام بالعكس يعني هناك الكثير من هذه التوجهات متناقضة وغير مقبولة من هذا النظام ومن فوائد يعني هذا الفيروس ربما يعيد يعني المواطني راني الى رشدة وربما يدفع به ويزج به لكي يعيد حساباته ويعيد نظرته الى بعض الامور يعني بعض الامور الخرافية خاصة يعني موضوع عندما يغلقون المقامات المقدسة طبعا هذا هذا موضوع حضاري يعني بالتأكيد هذا سوف يكون له دور كبير اعتقد يعني هذه المحنة وهذه المشكلة هي ايضا سوف تساهم في المستقبل يعني في تنمية الوعي المجتمعي في داخل ايران ولكن اذا عرضنا ان نقارن بين الوعي المجتمعي الايراني مع بقية الدول اعتقد ان الفارق كبير جدا يعني وهناك مشكلة اخرى يعني مشكلة الاستداد والاعتماد على النفس يعني الاسف يعني ربما هناك افراط لدى المواطن الايراني بمثل هذه الحالة وهو يعتقد انه مصول من هذا الخطر ولكن عندما يواجه الخطر وعندما يسمع اخبار غير سارة بتأكيد هو سوف يسلح الى المنطق والى الحقيقة ويتقيد اكثر بنظام السلامة والصحة اشكرك من طهران الصحفي مصدق بور شكرا جزيلا لك